موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والقبول وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقفات وانت بدارك عيدك مبارك كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة وسعادة كل عام ويعيد فطر سعيد يمر عليك وعلى أهلك وأحبابك ومبارك عليك جائزتك الثمينة الجميلة اللي حصلتها نعم جائزة فوزك بصيام شهر رمضان لهاي السنة جائزة توفيقك لمساعدة الناس وإسعادهم جائزة عملك وعباتك خلال ليالي القدر جائزة دمعتك السالة لفرحة أو لمصيبة والله يبعد عنه وعنك المصائب جائزة التزامك وشعورك الإنساني والاجتماعي وحفاظك على أرواح ناسك وأحبابك بعدم كسر الحظر أدري الفرح اليوم عندك مختلفة عن كل الأفراح لأن هاي الهدية اللي موعود بها كل صايم واللي تتجسد بقول الإمام الصادق عليه السلام للصائمي فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه أدري بيك تنتظر العيد وببالك تسوي الطقوس اللي تعودت عليها كل سنة مثل صلاة العيد زيارة أصدقائك وأقاربك وأيضا الخروج للأماكن الترفيهية المختلفة بأشكالها وألوانها وكل هذا حقك بس شنسوي هسنا الوضع تغير وكنا نعرف السبب وهذا شي مو بيد أحد أمر الله ولا اعتراض على هذا الأمر والحمد لله على كل حال بس صدقني كل ذن الأشياء تقدر تسويهن وأنت قاعد بمكانك مثلا صلاتك تقدر تأديها ببيتك أنت وعائلتك وتجتمعون على حب الله عز وجل وتخيل إش قد راح تحصل أجر بهاي الخطوة الحلوة اللي راح أسويها ليش؟ أولا التزمت بشروط السلامة العامة وبقيت ببيتك ثانيا رجعت حلقة ناقصة يجوز تشنت فاقدها بدون ما تشعر بيها وهي الاجتماع وعائلتك بهذا اليوم وأيضا أشركت أهلك بأجر الصلاة صلاة العيد اللي قد تكون أول مرة تجتمعون لصلاته أما أحبابك وأصدقائك فأكوا هواية من وسائل التواصل الاجتماعي تقدر تتواصل وياهم صوت وصورة وحبيت الخطوة الثانية لأن راح تخليك تتواصل ويا أكثر عدد من الناس والأشخاص اللي ما تواصلت وياهم صار لك فترة طويلة زين يجوز بنفسك تاخذك الابتسامة وتقدر تقول زين ذن المسألتين أقدر عليهم أسويهم بس مسألة الخروج والترفيه شلون؟ أنا أقول لك وأسمع رأيي المتواضع حاول أول شي تغير مكان جلوسك اللي تعودت عليه أبسط مثال يعني وجبات الطعام مثلا بدان ما يكونوا بوسط البيت المغلق خلي يكون مكان قاعدتك بمكان مفتوح قد يكون بالحديقة أو بالسطح المهم تحاول تخلي نفسك والعائلة والأولاد ما يحسون بملل أو حالة سلبية بسبب الوضع المهم اخلق السعادة لنفسك وللحواليك أي صدقني مثل ما أقول لك اشقد ما تشوفهم دني الشغلات بسيطات بس تشقد إلهم تأثير عليك وعلى نفسيتك وعلى صحتك وبهالنقطة تقدر تدخل بأجواء الترفيه والراحة النفسية وهاي الجائزة الكبرى اللي راح تكمل فرعتك اللي شنت أنت منتظرها فهنيئا إلك كل شي سويته وراح تسويه وقبل وبعد كل هالأشياء واللي هو أهم الأشياء ارفع عيدك بالدعاء وأدعي بالفرج لكل العالم وقول كل مريض إلهي ما سنظر وأنت أرحم الراحمين ولا تنسونا من دعائكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة